موسيقى ما الرأس صباح فعندما قال ci لم يتطعهم ونسلم نعم مثل فعندما قال لديك الفرس يقول لي خروج نجعل ذلك نجعل ذلك نجعل ذلك نجعل ذلك قال لي مان جلاس هنا يا والو مصاحي الدور تقلب علي يجا ويطلبوا لي التنازل كيقولوا لي نعطيوك الفلوس وهادي اللي بغيت وهادي قدرنا التنازل براقتي صابة عفد الله هذا واش تبغي واحد مختصب واحد يمقى يدور بيناتكم وعيبوا عرفقوا معنا شوية راتي لاي يحز في النفس فين الرجولة في مشاة الشهامة الرجال واش واحد مختصب واحد يترغبوا عليه واسمح لي امور غير مقبولة السلام عليكم متابعين الاعزاء متابعين صوت العدالة احنا اليوم في واحد الحالة يندلها الجبين بكل البساطة اتقلوا لي لماذا حالة اغتصاب حالة اغتصاب طفل في نواحي مدينة فاس وانقدروا نقولوا نواحي توجدات بالتفاصيل او بالضبط اذا القصة الآتي الدري كان يمشي لمدرسه فالعمار دياله 12 سنة تيكون غادي لمدرسة تيتعرض له واحد الشخص اللي لعمار دياله 17 سنة تيتعرض له وتيديه كما يقوله صحة كي يغتصبه والغاري في الامر انه يهدده بالسلاح الابيض تيقول له اذا قلتها ندبحك بقات الامور على حالها حتى الواحد المرة الام دياله اكيد قلب الام اللي ما كيخبع والو وما كيتخفى عليه والو الام شافت الدري عيان فقد كتشوف شكت في الحالة كتسوله مالك 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 كل مرة كيجي عيان واحد المرة شافت ومشي وادك دربها توقيت له غتقول لي شنو كين فالدري عود لها شنو كين تم تتول الطباب وعرفات الواقعة بأنه الدري كيستعرض الاختصاب إذا نحد هنا هذي نخليكم مع الام واتعود لنا تفاصيل إذا السلام معكم لله السلام ورحمة الله يا فيد مرحبا بكم معنا على صوت العدلة أول حاجة لله ونقول لك كنت أسفول هذه الحالة ونحن معك كطاقم صوت العدلة فنحن معك لأن فعلا هذه أمور غير مقبولة في مجتمعنا إذا لله قولي لي كما قلت أنا باختصار أن الحالة كيفاش كانت الدري شكيتي بليكين شي حاجة صحو بداسكات رجع اللور الدري غيتي جيتي نعس مقاشتي ياكل عودلياتي يا كيفاش عانيتي مع الدري ديالك عودلي هاتش يا سيدي وقع من شهر واحد نعم وانا كان شفول ديما شي هو هذا نعم غير اللور نعم صافي كي يجي من درسة صخفان كي تحليا ما كي ياكل ما كيشرب مهم صافي هو كي يبس أنا بوالتي باكي ياكل ما كيشرب مهم تخلك شكوك تخني الشك لكن علي حسب من الدردشة ديالان وياك ما تخلك حتى نهائي بأنه ويكون كيتعرض لغتي صابت قلتي ممكن شي مراد وليس حاجة عادية نعم حاجة عادية نعم ما وقعت عندكم شي حاجة نعم ما وقعت قلت أننا قلتنا أراه غيل الولد كيتزير ما كي مهم كي يجيقي لم يكن أشم فيها ذلك الرحاة كان قلس هنا يكون هار يجب أن يأتي مع الطريق لن يأخذ غصيب السلطة يتعطل من هنا هنا أنا لم أحول أولية صغيرة شهر واحد كنت أدخلهم المدرسة لم يكن أستطيع أن نمشي كانت في الدار ونحن نمشي لم يكن أستطيع أن نمشي وكانت ونحن أن يكون مدرسة ونحن يأكل ونحن يأكل ونحن يأكل ونحن أن أستطيع أن تزيار لا تتكلم فكرة في رأسك سيكون ونحن أن يكون عيان عادي لم يكن أدخل ونحن أن يأكل عيان لأنها التدريل أعجب وان reasonable ومعلك أعجب الآن يعني استغلوا الظروف يعني استغلوا الظروف يعني استغلوا هذه الفرصات جاءتهم بين الديهم والدي والدي نعم خصص أصبوه يهدوه حزوه حزوه قال لي هاش نوقع هاش نوقع أنا شاولدي ما قلتها قال يهددني بالموس يحط لي السكين عند العنق يهددني به قلت له هندر حموك سافي الولد كل يوم يهددني 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 هل تعرفت من اللي ضغطت عليه شوية وعرفت كيف حسيته حسيت بالقهرة حسيت بالقهرة والحقرة هالشي حقروا علينا هالشي غيه حقرة سيدي حقروا علينا سافي هالشي غيه حقرة سافي كان نجيب هالولدي الخبار كان نشيه كان نجيه ان ندلوا شهادة طبية أن نعزهم كان نفحلهم كان نطعق بها ما كان ندلشت طبيبه ثم قلوا يشوفوا الطبيبه كان ندلهم كان نشيه ان رجع له نهار 3 كان تجيب أهدد طبيب وهو اللي عمر لي هشهادة وقال يدفعيها جدار ما يدفعناها لها النهار اللي جيت كان نجبرها هجمت لي هيا وولدها من المشكيل هجموا لي على داري دابا مغصاص بين الدري وزايدين هجمين على الدار هذه وقاحة ايه كان جي كان خليلولية صغيرة وربقية خلق لي في شهار جوج فيه ثلثيام كان خليهم مع ابوهره عورما كيشوشو وقفتها من المدرسة ديالهاته هي ما خليتها شتبشي المدرسة باش تقابل لي الدري ما نطلعش مهبط به كان خليه كان نجي كان نجبرمون المشاكل هوا ومو هجمولي على الدار وعلى والدي صغير وعلى الراجل رح عندي عور قاس لي قاس ما كيخدم ما كيردم قاس في الدار وحييحولي على الدار هجمولي على الدار هجمولي على أولادي وعلى راجلي فهات الهجوم اللي كتقول لنا فعندكم اتبات لأنه اضيور اضيورنا اوديو من دكسي الهجوم اللي تهجموا عليكم اطلق ليه قليلا للأوديو باش اي حاجات تكون متباتة احنا ما ندوزوش حاجات غيه كوصافي اطلق لي واحد الأوديو غيشوية ورايه بلا ما تبانته هنا حتى يسمحون لا تكمبيا من الشاتف كمنا نسمحنا هجموا عليهم اطلقا وإثبات انهم سجلوا اوديو نعم للا زيدي كم ليليا المور جيتين وعرفتين انهم هجموا عليك ف Pfizer كان لقد انطللهم فهم german لقد انطللهم أعتقدت نمرة صعبة وقعت مقطع أحياتها و鉤 رأي وdays أوليتها هذا لقد انطلت قال لي للد من Egg trophy ولقد كنت مضح El collar عني شakar ثم سأقوم بتفاصيل شخصية قلت لها ما وقع هذا الساعة يأتي على أصحابه وشده هذا الساعة جابوه جابوه منين جابوه أنا كنت بقى في الحاجب أنا والدي عيط علينا قلنا أجي ورحنا السيد جبناه إذا من الحاجب جيتون هنا وقال لكم نعم من الحاجب جيتون هنا وقال لكم نعم أبشينا لذلك الساعة عرفوا الولد عليه وقال له ما هو وقال له نعم أعطارف بالمنسوب إليه نعم أعطارف لهم أعطارف لهم تماماية بكل شيء أعطارف نعم الساعة نعم 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 وقال له كان هذا الوكيد الماليك وقال لك شيء ما معترف قال له وراني أغي منين غيروني غيروني جدرمية وراني اعترفت له هذا هنا نجح واحد الرسالة أسف الدفاع ديالون كما نقول المحامي قراه بعد التغارات القانونية فالسادة المحامون أكيد المهنة ديالكم شريفة ومهنة الرجال لكن حالك كنتم معارفين مثلا دفعوا عليهم مثلا قاتل او مغتاصب او 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 فسمحوا لي فإذا دفعت الهدارك ليس شريف وسمحوا لي على هذا الهدراء هذه أنا كنا عرف المحامين عن أصدقاء ديالي شرفاء ومهنة الرجال ولكن باش دفعوا على هذه الحالة هذه أش من رجولك أزبقوش من شها ما دير الإبن ديالك تحت تلك الحالة واش تبغيل يدفع عليه إذا نخدمه شوية ضامر وما يكونش المدية تغالب لنا نعم لله قراوة انكر قراوة انكر نعم عاود ولينا هاد المرة عاود نفس مشكلة عاود انكر قال لك هو عمر وما كيشوفو قاعته في الطريق الاول ما كيلقاش قاعته كيشوفو غيب عينو غيب البعض من ليدر الدفع من ليدر المحامل هنا ولا كينكر ولا كينكر صافي ولا كينكر يوميا إلى يوميا هذا يوميا ما كيعتارش إذا حالي الأمر في القضاء إلى يوميا هذا إذا الأمور كما كنقوله نحن في يد القضاء إذا الأمور في يد آمينة فالقضاء المغربي الحمد لله نازه وما غاديش يضيع الحق دير هاد الدري هذا لأن تأولدهم قبل أي شاء ولدنا كاملين إذا للا قولي لي واحد الحاجة ليستفزتني أكثر كتقولي لي أن الناس دير هاد دوار تيجيو تضغطوا عليكم وتيرغبوكم تسامحوا واش حالة اختصاب تسامحوا فيها الناس هذه رسالة جميع المغاربة أخوتي أخوتي المغاربة الله يجازيكم بخطموا شوية لمنطقة و المبادئ ركين أمور تبزجوا جوليدا تنصالحوهم ما فيها بس برقة اختصابة عباد الله هذا واش تبغي واحد مغتاصب واحد يمقيدوا ربيناتكم واعبوا عرفقوا معانا شوية راتي لا يدخل العقل وهاتي كي يحز في النفس فين الرجولة فين مشات الشهامد الرجال واش واحد مغتاصب واحد تجيو ترغبو عليه واسمح لي أمور غير مقبولة للأسف قولي لللا كي استقبلتين تي هاد الناس دي تيجيو يرغبوك على واحد شا اقول بالنسبة لي انا مخصوش يكون في المجلسة مع دينا أصلا كي مسامح الى الرجل أعتقدوا ذلك هاد الوسط ليست جو ما كيتنازلوش بالناس ما تشيرها والدي ما عرفتوش نوع وقالوا مدبل فوق شوف بإذن الله ما عنده ما يقع له الحجة دموعك غاليا ما تبكيش ما تبكيش ونحن كتاقم صوت العدلة نقولها ونعودها أي إنسان مظلوم عنده وثائق دياله فنحن رهل الإشارة ونحن معاه فنحن مدخلنش لمجال بمبدأ ربحي نحن ندخلن بالمبادئ والمنطق وأخلاقية المهنة للصحفة هي أنهم موصلوا لصوت الناس بحال هكا ونحن صوتهم ما وصلش نحن في المغرب الحمد لله سيدنا كلنا سواسية أمام القانون وهذا الشخص سأخذ الجزاء ونخرج هذه القضية للرأي العام الحجة أقول لي آخر كلمة ما تريد أن تقول لك آخر كلمة لا أكيد أنا بالعكس لا تنزليش أكيد لا كلمة التي تريد أن تصلي المسؤولين التي تروني أو أخوطنا أخوطتنا المغربة التي تتبعونا ما تريد أن تصحهم على أولادهم مثلا نصحهم على أولادهم يردو بها لهم أولادهم وما يريد أن يحقرهم ما يريد أن يحقره انا غير حضرة انا غير حضرة ان شاء الله انا غير حضرة انا اكتب الله وما لك الحمد فلنعم والمتابعين الاعزاء اتمنى تفتحوا ونرى ما هو المتابعين الاعزاء سوف نتواصلوا مع الطفل المعتدى عليه او الضحية اذا قل لي ايه كيفاش كان يتعرض لك جي من مدرسة وفي نفس المسلوح لشيء ستتعرض لك لم يكن أمنا دراسة لشيء لا لا مستعد لشيء ستتعرض لشيء شهر مده لماذا يشاء رائعة شهر واحد ويتلقى تأتي بشيء ستتعرض لكي يوميا يوميا يومياً كل نهار يكدك من كنتين نتيج يومياً يوميا يتلقى لك ماذا يجعلك أن لا تتعرض لك المرأة الأولى لا تتعرض لك هل هو الوليدة أو الوليدة؟ ماذا يقول لك؟ يقول لك حموك تهديد بالقتل نعم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله وعلى حسب كنف درداشة وقلت لي حتى في رمضان شهر المبارك في النهار كان يتعرض لك في النهار ذي الرمضان نعم يتعرض لك ماذا تتعرض لك؟ كما تتعرض لك؟ ما تتعرض لك؟ ما تتعرض لهم؟ ما تتعرض لهم؟ يتعرض لهم ورسهم والذي يريد أن يقوله الوليدين لا يخاف لا يخاف شكرا إذا المتابعين الأعزاء تتعرض لك ما عارفش وتعرضوا له وأغتاصبوا وتزيده تدوم من الفوق هذا الشيء كامل والواليدين في الأخيرة يجيوا ويرغبوا عليه وشهد شيء يمتي بالكومس غريب وغريب جدا فإحنا متابعين الأعزاء انتقلنا لهذا المكان ولو أنه بعيد وكان عندنا عناء الصفر لكن بحالة الأمور باش نوصل لهم تحجم تسوق في طريقنا هنا كان نوصل صوت الناس والناس لخص الأمور ديرهم توصل القضاء وتوصل كما قلنا احنا للرأي لها إذا متابعين الأعزاء الأمور في أيدي آمنة في يد القضاء المغربي الشريف والنزيه إذا سوف يقول لكم تأكيدات أو تصريحات الأب اللي هو مكفوف وخليكم معنا إخواتي المغاربة لا أنت ولا أنا ولا الآخر إذا كان الإبن ديالك يدير فعله بحال هك سوف يتجي معه لكن أنت سوف يتجي معه نقول لك ما عندك لا منطق ولا ضمير أكيد كان لأبوه لك تحركنا مشاعر ولكن ربي ولدك أحسن تربية ولا خرج على الطع ديالك أو تربيتك خليها تربى لا حول ولا قوة إلا بالله هذه القضية صراحة أنا أترس بها مع العلم أننا نجد أن نكون محايد أعرفوا المهنة ديالنا أمور العطيفة أو حتى المنطقة يجعلنا أننا لا نحازلها وكننا نضرب برجولة الرجولة ديالنا كتغلبنا إذا نقول يا سيدي الأمور في أيدي القضاء أنت كارسالة آخيرة ما تريد أن تقول نقول الله إنسو سيدنا إنسو سيدنا إذا كنت ترسى لك مجددا لك مجددا لك مجددا فإذا متابعنا الأعزاء الأمور في أيدي آمنة الحمد لله الأمور دخلت للقضاء القضاء دينا عدنا كل التقافي إذا إحنا دابا جينا العين للمكان وغادي نشوفوا البلاصة اللي كان كي وقع لك فيها دابا وانت غادي أنا ويبرا هاد البلاصة هالي باش حاس هم حادي باش حاس هاد البلاصة وليس عند حم شؤومة ها تتحس بحلا غادي شيء بلاصة اللي وقع لك فيها حاجة خائبة هم هم دابا باش موسمي هنا شيء مرة أخرى ها ما بقيتش كاس بغيت جيل هاد البلاصة ها ما بقيتش كاس بغيتش كاس بغيتش تزميل هنا هم أعزاء احنا فعين المكان اللي وقع فيها الاختصار فالمنزل ديال الأسرة ديال الضحية رهو المنزل فما بعيدش من هنا لليهن حتى مئة مترو شوفوا الغري في الأمر شوفوا الاختصاب في نوقع إذا كما كتشوفوا معي هنا وبالضبط ممور هاد الشزرة هنا نحن ندخلوا حتى العيد للمكان فهنا نوقع اقتصاب هاي المكان أنا بالضبط شوفوا على وقاحة وعلى جرأة وعلى منكر غادي نقولوا فهذا المنزل دياله الدريس غايت يتم غادي مسكين اللي مدرسوا وتقبطوه هنا وتقتاصبه واش هاد الشيء متابعين الأعزاء طابعي أكيد ماشي طابعي والغارب في الأمر ان الناس ديال هاد دوار تيجي ورغبوه على هاد السيد هذا واش هاد منطق واش تبغي ولدك كله بنتك يوقع لها نفس الشيء اخوتي اخوتياتي المغربة هاد وراثكم وولدتكم وعلموا وولدتكم يكونوا يعودوا لكم وما يخافوش منكم يحترموكم وما يخافوش منكم باش يعودو لكم ونوقفواتي عند حده واي واحد دار جريمة انا كنسميها دي جريمة كبيرة اللي دار بحالتشي يأخذ الجزاء دياله والعقاب والزيادة درده شالي مع الاب قل لي واحد الكلمة صراحة ان التراث فيها قل لي يا الحج لكن هضراء اللي قلت لي يا بازك تقولها على الجميع نعم نعم نسيدي ايه نسيدي انا وقع لي هذه المشكلة لدي انا ما عندي ما نقول لك الحقراء وما بقى لي ما نقل اسه هنا يا والو مصافي الدور تقلب علي يجاو يطلبوني التنازل يقولوا لنا اعطيوك الفلوس وهادي اخوة اللي بغيت وهدي قدرنا التنازل فتشهادة قلت لهم انا التشهادة كنت يعقب عليها القانون ولا غير تنازل تباش شريف الدور تقلب عليها كامل وقال لي انت امام زيان انت امام هديك دفع لا لقيت فيه لا يجازيكم بخير لا لقيت فيه لا يرحم لكم الوالدين ما بقى لي قلس هنا يا صاف صافي قدر يجيوا قتلوني اشيدي هنا يا وانا عندي الولد وانا نشوف محول على قوتي اللي بلا اذا المتابعين الاعزاء انتم ممكن تشوفوا ودني دعا لذوي القلوب الراحيمة والمحسنين اذا المتابعين الاعزاء سنكون وصلنا نهاية هذه الحلقة وكيف شفتم معنا فيها تفاصيل متيرة وحالة اغتصاب اللي مبغينا هاش تعاود مبغيناش نعود نسمو بلد الحالات اذا كان معكم ربيع الدحاني اشتركوا في القناة